قد أتاك الخير بالنور المبين ونداء الحق من أبهى الخصار من أصول الفقه في دنيا ودين قم إلى الرحمن طوعا وامتثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وفضل صلاة وعتم التسليم مفهوم القياس أولا انتهينا من مباحث الكتاب ومباحث السنة ومباحث الإجماع مفهوم القياس لا بد من التركيز أن مفهوم القياس أنه كان مفهوما في أذهان الصحابة رضي الله عنه وأنه قد عندما تأخرت الأزمان وتم تأليف التدوين وتدوين كتب أصول الفقه فإنه ضيق مصطلح القياس ولهذا فإن مفهوم القياس عند الصحابة رضي الله عنهم كان واسعا فالمراد بالقياس عند الصحابة رضي الله عنهم هي القواعد العامة والمقاصد الشرعية ومرادات الشارع سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة فإن هذا كان مفهوم القياس عند الصحابة رضي الله عنهم ولهذا فإن الإمام الشافع رحمه الله في كتاب الرسالة عرف القياس فقال القياس هو ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة فجعل أن القياس ليس دليلا مستقلا بذاته وإنما هو تبع للكتاب وتبع للسنة وقد كان الإمام الشافع رحمه الله في هذه الجزئية وهو ارتباط القياس بالكتاب والسنة كان الإمام الشافع رحمه الله يريد حسم مادة التلاعب بالأحكام الشرعية من غير مرجعية إلى الكتاب والسنة فهو طلب بالدلائل يعني يتم الطلب القياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة وجعل الإمام الشافع في كتاب الرسالة فقال أن لفظ القياس مرادف للفظ الاجتهاد وجعل كل عملية اجتهاد في القرآن والسنة هي قياس وقد كان الإمام رحمه الله يقرر هذه المسألة في ترادف القياس مع الاجتهاد في أكثر من موطن في كتبه وقد جاء هناك انتقادات على الإمام رحمه الله في هذا وجاءت تفسيرات أخرى مثل تفسيرات الماوردي صاحب الكتاب الحاوي الكبير الشافعية قال وأن مراد الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الأمر هو أن كل ما لم يكن منصوصا عليه الكتاب والسنة فإنه يطلق عليه قياس لأنه لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق الاجتهاد وقد قد ذهب بعضهم إلى أن قول الإمام رحمه الله في هذا الأمر أنه من باب المبالغة وذلك لأن أعظم ما في الاجتهاد هو القياس فسماه باسمه وجعله مترادفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمدام أن الحج عرفة وذلك ليس معنى أن كل الحج عرفة وإنما المراد بذلك أن أعظم ركن في الحج هو العرفة فسمه بأعظم شيء فيه مثل الحج عرفة فكذلك القياس هو أعظم شيء في الاجتهاد فجعله الإمام مترادفا بين الاجتهاد وبين القياس كذلك ممن انتقده كانتقادا الجويني فقد انتقد هذا الأمر ولم يشر للإمام الشافي رحمه الله وإنما قال من جعل القياس مرادفا للاجتهاد فهذا قول قول فاسد أما أبو حامد الغزالي فقد خطأ هذا القول وأنه قال من الخطأ أن يجعل الاجتهاد مرادفا للقياس في الحقيقة أن المراد الإمام الشافي وتخريجاته على ظاهرها وأنه أن الاجتهاد والقياس مترادفان وأن الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه هو ما قرره الإمام الشافي من أن الاجتهاد والقياس مترادفان إلا أن المتأخرين حينما ألف في أصول الفقه وتعاقبة الكتب في هذا والأزمان وإعطاء لفظ القياس مصطلحا خاصا ظن من ظن أن من خرج عن هذا الضابط للقياس أن هذا قد خرج عن القياس وهذا ليس بالصحيح فإنك تجد أن القياس عندهم مثلا إخراجوا فرع على أصل إعطاء حكم فرع لأصل إعطاء حكم الأصل للفرع لعلة جامعة بينهما وهذا ليس هذا مفهوما للقياس وإنما هذا أحد عمليات القياس وأحد عمليات الاجتهاد وأن القياس هو المراد بمعناه العام ولهذا يجوز التعليل بالحكمة ويجوز التعليل بالمصلحة ويجوز التعليل باستقراء مرادات الشارع ومناسبات الشارع ومناطات الشارع فإن هذه كلها يجوز التعليل بها وعلى هذا فإن هذه من عمليات القياس لكن حينما دخل المنطق الأرسطي ودخل المنطق في تجريد المناهج التجريد جاء هذا الأمر بتضييق مفهوم القياس لأن الصحابة رضي الله عنهم كان مفهوم القياس عندهم واسعا ولهذا فإن مثلا حينما جاء جلد شارب الخمر فاستشار عمر رضي الله عنه كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وفي خلافة الصديق أربعين وفي صدر خلافة عمر أربعين ثم اتسعت رقعة الإسلام وكثر شرب الخمر فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في هذا الأمر فقال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب هذا وإذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى فإني أرى أن تجلده ثمانين فجلده في ثمانين مع العلم أن تغليظ العقوبة في هذا الأمر من باب المصلحة ومن باب ردع الناس وليس من باب مفهوم القياس الضيق كذلك عندما مثلا في مسألة المرأة التي جاءت لعائشة رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وقالت إنا نجعل هذا التمر في الكوز فقالت عائشة رضي الله عنه اشربوا ولا تشربوا إذا أسكر فدلنا على أن التعليل بالقياس بهذا القياس كان موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم وكذلك كانت عندهم مناطات أوسع من المناطات عند المتأخرين فلهذا لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكثر الخلاف واللغط في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظام الذين سيقومونه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من رضينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام رضي بأبي بكر لصلاتنا أفلا لديننا أفلا نرضاه لدنيانا فكان هذا القياس موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عندهم هذا التضييق بل كان هذا المفهوم القياس عند الصحابة رضي الله عنهم أوسع مما كان عند المتأخرين وجعله مرادفا لعملية الإجتهاد ثم جعلت الأخبار الواردة في ذنب الرأي عن عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم في ذنب الرأي الذي ليس له أصل شرعي وهذا سواء كان قياسا أو اجتهادا فإنه مترادفا في كل اجتهاد وكل قياس ليس له أصل شرعي فهو يتحمل عليه العبارات والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذنب هذا القياس وعلى هذا فإن المراد بالقياس عند الصحابة رضي الله عنهم هو القياس باعتبار القواعد العام وباعتبار مقاصد الشريعة وباعتبار الأوصاف المنضبطة وباعتبار الحكمة التشريعية التي ذاه ويعرف هذا إما بالمنصوصي وإما بالاستنباطي وإما باستقراء نصوص الشريعة الإسلامية هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ها هنا الوعد تجلى كل حين أرسل البشرى على رحب الوصار من أصول الفقه بالعلم اليقين نغتجي الرضوان في أسمامنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر